اشترت 30 فدان وردم بركة أمر وركنهم عشان يبتدي مهمة أخرى مع الحكومة المصرية ألا وهي إن سنة 1865 بيشتري حبيبي السكاكيني شارع البرج حتى مدخل الفجالة من جهة محطة السكة الحديد اللي هي محطة مصر حاليا وتعهد للحكومة المصرية بردم الجهة الواقعة من أول مخزن السكة الحديد إلى منطقة الشرابية وزي ما قلنا دي كانت المنطقة المسمى بتل العقارب وبعد ما خلص مهمته في إيجاز كعادة حبيبي السكاكيني لقى إن عرض شارع الفجالة في التنظيم المصري هو 8 متر وكان حابب يحوله إلى عرض 20 متر عشان يكون كافي للمرة وبالفعل كتب حبيبي السكاكيني عريضة كبيرة بتعريض شارع حي الفجالة والمطروك الفضل له لحبيبي السكاكيني إلى الآن إلى 20 متر وانتظر موكب الخديوي اسماعين اللي كان بيمر أعلى كبر اللمون الموجود إلى الآن بجوار محطة مصر وبالمناسبة كمان المثل المصري المشهور العدد في اللمون ده كان بسبب كبر اللمون لأن ده كان همزة الوصل بين القاهرة والأقاليم ومحافظات مصر ومزال إلى الآن وكانوا القاهريين دايما يقولوا العدد في اللمون وده كانت كونية عن القادمين من الأقاليم وكانوا بيبقوا كتير جدا ويقول لك العدد في اللمون المهم أنه بينتظر حبيبي السكاكيني موكب الخديوي اسماعين اللي هيمر من على أعلى كبر اللمون وبيرفع العريضة المطالب فيها بتعريض شارع الفجالة إلى 20 متر بيشوفوا الخديوي اسماعين إلا أنه بيمر عليه مرور الكرام وبعد ساعتين بالضبط بيبعد في استقبال حبيبي السكاكيني في القصر الملكي وبالفعل بيوافق على العريضة وتعريض شارع الفجالة ل20 متر بدلا من 8 متر وهنا بيبدأ الخديوي اسماعين ينظر لحبيبي السكاكيني نظر بعين أخرى ويبدأ يقربوا منه جدا بعد طبعا ما منحوا لقباشة وبيبدأ يتواصل معاه بصفة دورية ويبعت له العربية الخاصة بالخديوي اسماعيل والياور الخاص بالخديوي اسماعيل وده وقتها كان بمثابة الحرس الجمهوري عشان يرسل يوميا لي حبيبي السكاكيني إما لحضور عشاء خاص مع الخديوي اسماعيل أو حضور حفلاته الرسمية وهنا بيطلب حبيبي السكاكيني من الخديوي اسماعيل إنه يمنحه إنه يبني أسر كبير على بركة أمر اللي ردمها ويكون الأسر بثمان طرقات ويبتدي حبيبي السكاكيني بالفعل يبني المنطقة كلها ويبتدي فيه بناء أسره اللي يحول بسببه وبسبب المباني الكتير اللي عملها حواليه إلى منطقة أشبه بأسر الشنزليزية حبيبي السكاكيني في أحد زياراته لإيطاليا شف أسر هناك وأعجب بيه جدا وبالفعل جلب مهندسين إيطاليين وحطوا تصميم الأسر على نظام الركوكو أو ستايل الركوكو الشهير وبنى الأسر بتاعه على مساحة 2698 متر بتمن طرقات زي ما احنا شايفين في الصور والأسر مكون من خمس طوابق وبيضم خمسين غرفة وربعمائة باب وشباك وتلتميت تمثال جلبها حبيبي السكاكيني بنفسه وكان من أهمهم تمثالين هما تمثال الملاك وتمثال درة التاج وتمثال درة التاج ده كان مقرب جدا إلى قلب السكاكيني وكان عبارة عن فتاة ترتدي تاج وجسم الفتاة من المرمر اللي بيتغير لونه مع أشعة الشمس لكن للأسف تمثال درة التاج السرق فيه أحد المرات بخلاف التمثال النصفي أو البرتريت الخاص بالسكاكيني واللي موجود لحد الآن وبعض الأسود اللي مزالت موجودة إلى الآن وهل دي كل إنجازات السكاكيني في المصر بالعكس ده لسه السكاكيني ما بدأش إنجازاته في مصر وزع صيد حبيب السكاكيني إلى أن وصل إلى الأستانة فقام السلطان عبد الحميد بدعوته للإصطياف مع أسرته في أسر الدلمة الموجود على خريج البسفور في الأستانة في الوقت ده وبينعم عليه بلقب بيك بيرجع السكاكيني مرة تانية لمصر بعد رحلة الاستياف ولقب البيك اللي حمله وبيبدأ مرحلة أخرى ألا وهي تعزيز وضع المسيحيين في مصر وبالأخص طائفته طائفة الروم الكاثوليك وبيبتدي عمل ملاجئ كتير للأيتام وبيشتري أسر لينو ديبووار الموجود في شارع الفجالة إلى الآن وبيهديه لجمعية الروم الكاثوليك كمان عمل مقبرة الروم الكاثوليك الموجودة في مصر الأديمة بعدها بيتم تكريمه من بابا الفاتيكان وبينعم عليه بلقب كند حبيبي السكاكيني اتولد سنة 1841 وتزوج من سيدة سورية تدعى هنريت وأنجب منها ولده الوحيد الذي يدعى هنري سنة 1890 حبيبي السكاكيني بيتوفى سنة 1923 وبيتدفن في مقبرة الخاصة الموجود عنوانها في تلاتة ماري جيرجس كوم غراب في حي مصر الأديمة بعدها بيتقاسم وراثته صروته الكبيرة الهائلة وبيقوم ابنه باعتباره درس الطب باهداء قصر حبيبي السكاكيني إلى الحكومة المصرية وبيتم تسجيل الأصر في قيمة الأصار المصرية والكبطية برقم 1691 سنة 1987 إلى أن يحول القصر لكثر التسكيف الصحي وبعدها بيوصل القصر إلى الحالة الموجودة عليها حاليا لكن يوجد خط الترميم للأصر مرة تانية وده كان موجز بسيط عن حياة حبيبي السكاكيني اللي أثر في خريطة مصر وأثر في نهضة أبناء طائفته من المسيحيين الروم الكاسوليك أتمنى ما كنتش طولت عليكم وما تنسوش دعمكم للقناة بلايك واشتراك في القناة شكراً أشوفكم على خير شكراً أشوفكم على خير